عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وصحى الأمة والله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء لأنها كهارها لا يزف عنها إلا هالك فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الأمين وأحيين اللهم على سنته وأمِتْنَا على مِلَّته وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِه معَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيئِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَّاءَلُونَ بِهِ وَالَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مليئان بالأدلة والشواهد على الاهتمام بالمستضعفين خصوصاً وبالبشرية عموماً فالله عز وجل صرح في القرآن الكريم بأنه كرم ابن آدم على صفة العموم فقال سبحانه ولقد كرمنا بني آدم وعبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً عن تكريم الله عز وجل لهذا الإنسان وعن أنه أفضل مخلوق في أكثر من حديث وعبر القرآن الكريم كذلك عن الاهتمام بشرائح معينة من المجتمع خصوصاً الشرائح التي لا تجد اهتماماً من طرف الأقوياء الفئات المستضعفة في المجتمع القرآن الكريم أعطى توضيحات مهمة لما يتعلق بحقوق المعوقين مثلاً ولحقوق الشيوخ والعجزة مثلاً ولحقوق الأطفال مثلاً فكيف له أن يغفل نصف المجتمع وربما أكبر من نصف المجتمع وهو المرأة كلما دخل شهر مارس الناس يتحدثون عن اليوم العالمي للمرأة من أجل أن يتدارس الناس أحوال هذه المرأة من أجل أن يقفوا على الإيجابيات لتدعيمها ومن أجل أن يقفوا على السلبيات من أجل تصحيحها نحن بالنسبة لنا في ثقافتنا الإسلامية وفي شريعتنا الغراء لا نجد غضادة من الحديث حول موضوع المرأة أو عن أي الموضوعات جئني بأي موضوع تشاء من موضوعات البشرية والحياة أعطك عليه الشواهد من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لذلك لا ينبغي في الحقيقة أن يترك موضوع المرأة أو موضوع الفئات والشرائح الاجتماعية عموما لا ينبغي أن يترك للعابثين ولا ينبغي أن يترك للانتهازيين المصلحيين وإنما ينبغي أن يتناول وينبغي أن يشرح وينبغي أن يوضح من طرف أصحاب الشريعة الغراء أن هذه المرأة خلق من خلق الله والله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ثم إن هذه المرأة ليست غريبة عنها لأن البعض يريد أن يبين للناس معادلة كتبت إحدى النسوانيات بالأمس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة قالت إنما وصلت إليه المرأة إنما جاء بنضالات الحقوقيات ضدا على المحافظين تقصد ضدا على أصحاب الدين وهذا كذب خطير جدا لأن الذي حرر المرأة التحرير الحقيقي دعك من تحرير آخر إذا كنت تريدين تحرر آخر فهذا لا يقبله الإسلام إذا كنت تقصدين التحرر بأن تمارس المرأة حياتها الشهوانية كما تشاء وأن تتعرى كما تشاء وأن تنجب كما تشاء وأن تعاشر الرجال كما تشاء فهذا طبعا ليس المشكل فيه مع المحافظين إنما المشكل فيه مع رب المحافظين وهو الله سبحانه وتعالى لأن الله تعالى لا يقبل لك ذلك ولا يقبله رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما الذي دافع حقيقة عن المرأة من أجل أن تنال حظها ومن أجل أن تنال حقوقها هو القرآن إن أول ثائر إذا صح التعبير بمفهوم الثورة في قضايا حقوق النساء هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الذي بعث في مجتمع كانت المرأة فيه شيئا لا شخصا لم تكن فيه تساوي ما يساويه الناس ولا كانت تذكر إذا ذكر الناس ليس عند العرب وحدهم وإنما كان الناس في أوروبا أسوأ حالا منهم أي من العرب وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بالمساوات الحقيقية من سأل عن المساوات في القرآن الكريم بين الرجال والنساء فاقرأ عليه قول الله عز وجل من عمل صالحا والآية في صورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من أراد المساوات في القرآن الكريم فليقرأ صورة الأحزاب ليجد هناك قول الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما هذا هو ديننا هذا هو قرآننا منذ أربعة عشر قرنا أروني نموذجا آخر أروني قولة مروية عن أحد الأوروبيين أو غير الأوروبيين في قضايا المرأة في هذه الفترة التي نتحدث عنها قبل أربعة عشر قرنا يجب أن تدرك المرأة وأن يدرك الرجل لأن المعركة ليست بين الرجل والمرأة هؤلاء يريدون أن يحرشوا البعض على البعض هؤلاء للأسف يستغلون شهر مارس من كل عام من أجل إشعال معركة حقوقية من أجل وتدركون هذا حتى في خطاب هؤلاء الناس عندما يتحدثون يتحدثون وكأنهم في أرض معركة وكأن المرأة تريد أن تأخذ حقها بالقوة لا العلاقة ليست علاقة عداء العلاقة في الإسلام بين المرأة والرجل علاقة تكاملية الرجل يكمل المرأة والمرأة تكمل الرجل في الإسلام عندنا ليست العلاقة علاقة حرب ولا علاقة عداء ولا حتى علاقة عنف يتحدثون عن العنف ضد المرأة هذا شيء قبيح من قال إن الإسلام أو إن المحافظين يقبلون بالعنف ضد النساء ومن قال إنهم يمارسون يشاء ربك عز وجل أن يفند أقوال هؤلاء المعادين للشريعة فيأتي أول أمس خبر من أوروبا إحصائية تقول بأن ثلث النساء في أوروبا يتعرضن للتحرش وللعنف والاعتداء الجنسي هذه النسبة ما نكاد نقترب منها والحمد لله في بلادنا ولم نقترب لها بإذن الله ما دام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عليه السلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي إن هذه المرأة التي يتحدثون عنها ليست غريبة عننا ليست عدوا لنا إن هذه المرأة هي أمنا إن هذه المرأة هي ابنتنا إن هذه المرأة هي أختنا إن هذه المرأة هي زوجتنا إن هذه المرأة هي مجتمعنا وهي المجتمع كله إذا لم يكفي أن تكون نصف المجتمع هذه هي المرأة عندنا المرأة عندنا هي الأم لكن لأن أوروبا لا تهتم بالشيوخ والعجزة كثيرا وإنما تأخذهم لتعزلهم في مكان معين فلا حديث لهم حتى في قضايا الإر لا حديث لهم عن الأم ولا يهتم أحد ولم يقل أحد لماذا أيها الأوروبيون حرمتم الأمهات من الإرث مع أنهن نساء هل تعرفون هذا في القانون الفرنسي والأوروب عموما أن الأم لا ترث عندهم إذا كان للرجل أولاد نحن في الإسلام عندنا الأم ترث عندنا الأخت ترث عندنا الزوجة ترث عندنا كل القرابة تقريبا لهم نصيب كما قال الله عز وجل في آية أخرى تحدد المساواة بمفهومها الأرقى في قول الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا أي نصيبا محددا نصيبا مقدرا لا مجال لأن يتدخل أحد فيه لذلك فقرآننا واضح إذن إذا كنا نريد أن نحتفل بالثامن من مارس بمحاولة البحث عن زيادة الحقوق وعن زيادة النظر في قضايا المرأة فهذا شيء جيد إذا كنا سنبحث في الثامن من مارس عن مظاهر الظلم وهي موجودة لا ينكرها أحد لا ينكر أحد أن المرأة ما زالت في مجتمعنا تضرب وتهان لا ينكر ذلك أحد يشاهد الأبناء آباءهم وهم يضربون النساء وإن صارت المعادلة الآن تكاد تستوي فصار عندنا نساء أيضا يعنفنا الرجال والإسلام لا يقبل لا هذا ولا ذاك الإسلام لا يقبل تعنيف الرجل للمرأة ولا يقبل تعنيف المرأة للرجل لأن الحياة الزوجية ليست حلبة صراع إنما الحياة الزوجية كما يريدها الإسلام وكما شرعها رسول الإسلام عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام أرادها واحة للهدوء والطمأنينة أراد الله عز وجل البيوت للسكينة والرحمة أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحب والمودة لذلك جاء في قوله عز وجل في صورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هذه علاقتنا نحن المسلمين مع النساء من سأل عن علاقة المسلمين بنسائهم فلينظر وليسأل في بيوت المسلمين في بيوت العارفين بالشريعة في بيوت الملتزمين بدينهم ليرى كيف تعيش الأم ملكة بين أولادها وكيف تعيش الزوجة ملكة في بيت زوجها وكيف تعيش الأخت معززة مكرمة بين إخوانها هذا هو الإسلام من رأيتموه يتعامل بتعامل آخر مع ابنته أو مع أخته أو مع زوجته أو مع أمه فاعلموا أنه لم يفهم من الإسلام قليلا ولا كثيرا والله إمرأة في الأسبوع الماضي جاءت تسأل سؤالا وهي تعيش في أوروبا تقول إنها تعرضت لطلاق من الزوج وتريد أن تتزوج بزوج آخر لأن إخوانها يضغطون عليها من أجل أن تقبل بأي زوج كان أقول هؤلاء الإخوة لم يفهموا الإسلام سألتها عن تدين هؤلاء الإخوة فقالت إنهم يصلون ويصومون فقلت لها إنهم ما استفادوا شيئا من صلاتهم ولا صومهم لأن هذه الأخت أمانة عند إخوانها فقدت الأب الذي يرعاها فقدت الزوج وتطلقت لسبب من الأسباب إلى أين يريد الإخوة أن تذهب هذه المرأة وهي تقول ذلك تقول إنهم يحرضونني من أجل أن أخرج إما لأي زوج كان وإما للشارع وهذا لا يجوز هذا لا يجوز نحن عندنا في ثقافة الإسلام أن المرأة لو كانت أجنبية ولو كان الرجل أجنبيا عن الأسرة وفقد المعيل فإن أسرة من أسر المسلمين تلتقطه من الشارع ونشأنا في البادية ورأينا هذا بأمهات أعيننا تجد الرجل داخل أسرة وتجد المرأة داخل أسرة فتسأل عن العلاقة فلا علاقة بين الرجل أو تلك المرأة وبين تلك الأسرة إلا أنهم يقومون بشؤون هذا الرجل لوجه الله لأنه ما كانت في البوادين دور للعجزة ولا كانت فيها دور للأمهات العازبات كما يسمونهن وإنما كان المجتمع يتكفل بضحاياه كان المجتمع عندنا يضم إليه هؤلاء المستضعفين وهؤلاء الذين فقدوا المعيل لذلك فقضية المرأة عندنا في الشريعة الإسلامية أوضح ما تكون يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الأم ويفضلها عن الأب هل رأيتم تمييزاً إيجابياً مثل هذا؟ التمييز الإيجابي والله كم يسوءني كم يسوءني عندما يتهم الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أو عندما تتهم شريعته بأنها هضمت حقوق النساء أينما من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي لاحظوا الكلام من أحق الناس أي البشرية كلها قالها صلى الله عليه وسلم بالفم الملآن قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك وذكر الأب بعد ثلاث درجات من الأم بمعنى أنه أعطى الأم خمسة وسبعين في المئة من التقدير وبعد ذلك أعطى الأبى الخمسة والعشرين الباقية وعندما سئل نبينا الأعظم عليه الصلاة والسلام عن أحب الناس إليه على الإطلاق عن أحب الناس إليه لم يجد غضاضة ولا خجلا من أن يقولها بفمه الملآن عائشة وعائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تعبير صريح ليس إشارات ولا تلميحات وإنما تصريحات واضحة لمن أراد أن يعرف لذلك يجب أن نفرق أيها الإخوة بين أمرين في مثل هذه المناسبات بين كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تكريم المرأة كيفما كانت هذه المرأة المرأة الأم المرأة المطلقة التي لا يتحدث عنها أحد المرأة التي فاتها قطار الزواج كما يقال المرأة الزوجة داخل البيت المرأة البنت داخل البيت المرأة الأخت أيضا داخل البيت هذا لن تجد فقيها من فقهاء المسلمين ولا متشبعا بروح الشريعة الغراء لن تجد من يقف ضدها في ذلك أبدا كل ما فيه تكريم للمرأة فهو على رأسنا وعلى أعيننا لأن هذه المرأة إذا كرمت أي إذا حصل لها التكريم فإن ذلك تكريم للمجتمع وإذا عاشت المرأة الكرامة في أجل صورها صورها فإنها ستنجئ لنا أجيالا كريمة ألم يقل الشاعر من زمان الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي أما المرأة التي تهان والتي تتعرض للأذى والتي تؤذى في كل المجالات وأحيانا تؤذى باسم التكريم باسم تكريم المرأة يأتون بها لترقص لهم إهانة باسم التكريم هذا يجب أن يضيفه البلاغيون لعلوم البلاغة يتحدثون عن المدح فيما يشبه الذنب والذنب فيما يشبه المدح هذا شيء آخر وهو الإهانة فيما يعتقد أنه التكريم الإسلام يريد للمرأة أن تعيش كل كرامة وأن تعيش كل عزة ولكن في ظل شريعة ربها الخطير الآن هو أن بعض الأصوات وبعض الكتاب وبعض المتحدثين يستغلون الفرصة في هذه المناسبات من أجل تحريض المرأة على دينها ومن أجل تحريضها على شريعتها ومن أجل تحريضها على قرآنها ومن أجل تحريضها على نبيها عليه الصلاة والسلام يحرضونها على القرآن ويقولون لها إن الإسلام لم ينصفك لأن الله تعالى قال للذكر مثل حظ الأنثيين يحرضونها على القرآن فيقولون إن الإسلام أهانك لأن الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع أقف بكم وقفة خفيفة مع هاتين الآيتين لأرجع الحديث للقاء آخر بحول الله عز وجل في قضية الإرث ما أسوأ ما يفعله الجهال عندما يتحدثون في أي موضوع من الموضوعات والله لو أن فقيها تحدث للناس في قضية طبية لأقام الناس الدنيا ولم يقعدوها عليه ولو أن فلاحا تحدث للناس في الهندسة وبناء القناطر لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها لكن يأتي كل من هب ودب يأتيك الصحاف البعيد عن الشريعة يأتيك القانون أنت درست القانون نعم لكننا نعرف أنك ما درست القانون من العاصمية لابن عاصم ولا قرأت الفقه من خليل ولا قرأت القوانين من القرآن أو من أحكام القرآن لابن العربي ولا للقرطبي إنما درست القوانين كما صدرها لك الأوروبيون بروح حاقدة جدا على الإسلام لا يحق لك أن تتكلم لنا في الشريعة لا يحق لك أن تحرض المرأة التي هي أمنا وأختنا وابنتنا وزوجتنا لا يحق لك أن تحرضها على دينها وعلى قرآنها وعلى سنة نبيها عليه الصلاة والسلام إذا كان القرآن قد قال للذكر مثل حظ الأنثيين لماذا أخذت هذه الآية وتركت آية أخرى بمقابلها وهي قول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته لماذا نسيت قبل هذه الآية في سورة النساء قول الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلا لماذا تركت هذا لماذا تركت قول الله عز وجل في سورة البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لماذا تركت كل هذا إن الإسلام منظومة تشريعية كاملة تتوخى تحقيق العدالة وليست تتوخى تحقيقه فقط ما يسمى الآن بالمناصفة أو بالمساواة أو بهذه المصطلحات الرنانة التي نسمعها لأن هذا المصار خطير مصار أن تقتنص أو تقتلع أو تأخذ المرأة هذه الحقوق بهذه الصورة سيؤدي بالتأكيد إلى حركة عكسية وقد بدأت الحركة العكسية لرجال يؤسسون جمعيات من أجل أخذ الحقوق ومن أجل المساواة المرأة ظنت أنها لم تحصل على المساواة أو صور لها كذلك فصار الرجل يشعر بالشعور ذاته ويقول إننا محتاجون أيضا إلى المساواة وقد كتب هذا أيضا عندما طلبت إحدى النسوانيات بالمساواة في الإرث كتب أحد الرجال قائلا يجب أن تنص مدونة الأسرة أيضا على أن النفقة تشترك بين الرجل والمرأة وعلى أن الصداق يزال لا صداق للمرأة ويزال أيضا الإسكان وتنفق المرأة نصف السكان أي نصف ثمن أجرة الكراء ونصف سلة الغراء أي حياة هذه؟ عن أي حياة نتحدث؟ عن أي أسرة نتحدث؟ إذا كنا نتحدث عن الأسرة في ظل الإسلام فإن القرآن الكريم إذا هو أعطى المرأة نصف حذ الذكر في بعض القضايا في الإرث وليس دائما هؤلاء الجهال يظنون أنه كلما اجتمع رجل مع امرأة في الإرث فإنه يرث ضعفها وهذا خطأ كبير هناك نسبة ضئيلة جدا بإحصائيات دقيقة ستة عشر في المئة فقط هي التي ترث فيها المرأة أقل من الرجل إذا كان في نفس مستواها ودرجتها في الإرث وهناك أشياء ومواضع كثيرة ترث مثله تماما ألم تقرأ قول الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس أي الأب والأم معا يلثان بالسوية بل هناك قضايا الأمة للأسف لا تقرأ شبابنا لا يقرؤون وتجدهم يضيعونها كذا عند كل كلام هناك قضايا إحصائية دقيقة في علم المواريث ترث فيها المرأة أكثر من مثيلها من الرجال هذه لا يتحدث الناس عنها بل إني وقفت على مسائل في علم المواريث ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل المساوي لها في الدرجة لا يرث شيئا وترث هي هذه أشياء هذا علم لماذا نتهجم على الشريعة كل ما علمها وهؤلاء هو قوله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين هذه نزلت في الأولاد في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أي من باب مراعاة المصالح لأن الرجل إذا ترك ولدا وبنتا أي ابنا ذكرا وبنتا فإن هذا الابن مطالب بأن يبحث له عن عمل مطالب بأن يقتني سكنا مطالب بأن يتزوج ويدفع الصداق وثمن الوليمة مطالب بأن ينفق على الأسرة ولو قدر الله أن طلق تلك المرأة فسيطالب بأن يدفع لها المتعة فمتعهن على الموسع قدره وعلى المختر قدره متاعا بالمعروف ولو لم يدفع فإنه يذهب إلى السجن وكم في السجن من ضحايا النفق من الأزواج لكن المرأة على عكس ذلك هذه المرأة في ظل المجتمع الإسلامي دعني من المجتمع المنحرف دعني من المجتمع الرافض لشريعة ربه في ظل المجتمع الإسلامي هذه المرأة تخطب في بيت أبيها يقيم لها أبوها حفلة العرس يدفع لها زوجها الصداق ينفق عليها بسخاء يدفع ثمن الكراء وهو فرح بذلك مصرور لا ينتظر من زوجته نفقة ولا مالا ولا عطاء حتى ولو كانت غنية ذات مال هذه الحياة هذه الحياة في ظل الإسلام لماذا نجتزئ الشريعة والله تنقضات غريبة تسمعونها عند هؤلاء إحداهن في أسبوع مضى كانت تتحدث على هذا المستوى فقالت يجب أن نجتهد في قضايا الإرث من أجل المساواة في الإرث ويجب أيضاً أن ندفع في اتجاه إرغام الأزواج على الإنفاق وإذا لم ينفقوا فالسجن ما هذا المنطق المقلوب لا تتناقض مع نفسك هذا تناقض إذا كنت تطالبين بالمساواة في الإرث فمن باب المقابل طالبي بعدم وجوب النفق على الزوج هذه المساواة؟ ألم تقولوا إن المرأة صارت تشتغل وما عاد الزوج وحده ينفق على البيت؟ فمن باب المنطق على الأقل نحن في الشريعة نقول إن هذا كله مرفوض مرفوض لا يحق لمسلم أنا أتحدث عن المسلم أما لو اختار الإنسان شيئاً آخر لو اختار الإلحاد لو اختار الوقوف ضد الشريعة لو جعل لله نداً وهو خلقه فهذا موضوع آخر وكلام آخر إنما أتحدث عن المسلم والمسلمة فالمسلم والمسلمة يقفان عند كلام الله عز وجل ويقفان عند نصوص الشريعة وقد ختم الله عز وجل آيات الإرث بقوله سبحانه تلك حدود الله حدود أتعرفون معنى الحدود؟ لو اجتزت بعض الحدود بين المسلمين ليس بين الكافرين لكانت النتيجة أن تتلقى رصاصة ربما تلك حدود الله هذه ليست حدود فلان أو علان حدود الله ومن لك معها حلان إما أن تتبع وتقتنع وإما أن تحادها وتعاني لذلك قال الله عز وجل في أعقاب آيات الإرث تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده انظروا إلى الآية اقرأوا الآية تجيداً ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده أي حدود وضعها الله من أنت حتى تجتازها لو أن الشرطة وضعت حداً شائكاً هل بإمكان واحد أن يجتازه لو أن الدرك أو الجمارك أو أي إدارة وضعت شريطاً في الطريق وضعت علامة قف ماذا يحصل لو لم تقف يمكن أن تتلقى رصاصة في سيارتك وربما في رأسك لكن عندما يقول لك الله عز وجل تلك حدود الله بمعنى قف فتجد الإنسان يعاند أي معاندة هذه ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين مهين لأنه أهان نفسه عندما لم يرضى بحكم ربه عندما لم يقتنع بقرآنه عندما لم يقتنع بما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه هان على نفسه وهان على ربه ويستحق بعد ذلك عذاباً مهيناً لذلك أيها الإخوة جميل أن نستغل مثل هذه المناسبات من أجل أن نحدث المرأة ومن أجل أيضاً أن نتحدث إليها من أجل أن نفتح الحوار هل تعرفون أن البيوت عندنا صارت مكهربة؟ هل تعرفون أن البيوت بفعل هؤلاء الماريقين عن الشريعة صارت عبارة عن بيوت للتحقيق؟ صارت عبارة عن سؤال وجواب؟ صارت عبارة عن صراعات مريرة بين الرجل والمرأة؟ هل سألتم المحاكمة عن نسب الطلاق كيف وقعت؟ ظن الناس أنه من حقوق المرأة أن يكون لها أيضاً حق التطبيق فأعطيت هذا الحق فإذا بالمحاكم تمتلئ بما يسمى الآن بطلاق الشقاق لذلك الإسلام يريد أن يحفظ هذه الأسرة وأن يحميها لأنها النوات لصلاح المجتمع نسأل الله تعالى أن يحفظنا في أوسلنا وأن يحفظنا في أهلنا وأزواجنا وأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وفي كل ما أنعم به علينا إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه أدعو الله عز وجل يستجب لكم الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله الرحمة المهداه والنعمة المثداه والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة الإسلام يدفعنا إلى أن نكون عمليين لا نكتفي بالكلام لا نكتفي بالشعارات إياكم أن تكونوا مثل هؤلاء المتحدثين في يوم المرأة وفي الحديث عن حقوق المرأة لكنك تسأل عنهم في بيوتهم فتجد العجب العجاب تجد معظم هؤلاء المتحدثين فشلوا في حياتهم الزوجية امرأة ربما جربت الزواج أكثر من مرة وفشلت في أن تمسك زوجا ورجل أيضا تزوج أكثر من مرة ولأن لديه نزوات وشهوات يريد بها استغلال المرأة فإنك تجده يقول إنه غير متزوج أو إنه ما عاد في حاجة إلى زواج نحن المسلمين يجب أن نعطي القدوة من أنفسنا ألا نكتفي بالشعارات ألا نكتفي بالكلام وإنما يجب أن نأخذ تكريم المرأة وأن نعمل به على أرض الواقع من كانت له أم فإكرامها برها من كانت له زوجة فإكرامها احترامها ومن كانت له ابنة فإكرامها تربيتها ومن كان له أخت فإكرامها الوقوف إلى جانبها هكذا يعلمنا الإسلام هذا هو ديننا حتى إذا ما بحث الناس عن المثل الأعلى حتى إذا ما بحث الناس عن النموذج التطبيقي العملي يجدون فعلاً أن المسلمين أكثر احتراماً للمرأة وأنهم لم يكتفوا برفع الشعار وإنما أنزلوه إلى أرض الواقع فطبقوه على المرأة لأن المرأة كما قال سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيراً استوصوا أي ليوصي بعضكم بعضاً استوصوا بالنساء خيراً وفي حديث آخر لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم نسأل الله تعالى أن يعيدنا إلى ديننا ردًا جميلًا اللهم رد بالمسلمين إلى دينك ردًا جميلًا اللهم رد بنا إلى كتابك وإلى سنة نبيك يا رب العالمين اللهم احفظ نساء المسلمين اللهم احفظ رجال المسلمين اللهم احفظ بنات المسلمين اللهم احفظ أبناء المسلمين اللهم احفظهم في تدينهم واحفظهم في شريعتهم واحفظهم في قرآنهم واحفظهم في سنة نبيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر الذنوب اللهم اصطر العيوب برحمتك يا علام الغيوب اللهم اصطر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اصطر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم وحد صفوف المسلمين في فلسطين ووحد صفوف المسلمين في مصر وفي تونس وليبيا وفي كل بلاد الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم احق اندماء المسلمين في بلاد الشهب اللهم احق اندماءهم يا رب العالمين اللهم خذ الظالمين أخذ عزيز مقتدر اللهم خذ الظالمين أخذ عزيز مقتدر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين بعض الأخوات والإخوة يرجون منكم الدعاء لهم بقضاء الحاجات وشفاء الأمراض اللهم اشفي أمراضهم وأمراضنا وأمراض المسلمين اللهم اقضي حوائجهم وحوائجنا وحوائج المحتاجين اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا اغفرنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت قدامنا ونصرنا على القوم الكافرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزن يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وفق لهم أمير المؤمنين محمد السادس لما تحبه وترضاه أريل حق حقا وارزقه اتباعه وأريل باطل باطلا وارزقه اجتنابه هيئله اللهم بطارة صالحة تعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة وصل لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين خصوصين خلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سير أصحاب رسول الله أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين